من جهة أخرى طالبت وثيقة تاريخية وجهها الفلسطينيون المسيحيون إلى المجتمع الدولي بوقفة حقاً تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من ظلم وتشريد ومعاناة من الاحتلال الإسرائيلي للأرض المقدسة كما طالبت الوثيقة الكنائسة والمسيحيين في العالم للعمل معاً من أجل السلام العادل في المنطقة دعين إياهم إلى إعادة النظر في أي لهوت يبرر الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ويبرر قتله وطرده من وطنه واحتلال أرضه كما أعلنت الوثيقة التي وقعها عدد من رجال الديني أن الاحتلال العسكرية لفلسطين هو خطيئة ضد الله والإنسان وأن اللاهوت الذي يبرر هذا الاحتلال هو لاهوت تحريفي وبعيد جداً عن التعليم المسيحية حيث أن اللاهوت المسيحي الحق هو لاهوت محبة وتضامن مع المظلوم ودعوة إلى إحقاق العدل والمساواة بين الشعوب